ان انت بعد شهر جاي وتلعب عشان ان انت كمان بعد ما ترجع شهر بعيد عن الكورة وخدت فلوسك قدامك شهر ونص كمان عشان تلعب وعشان تجهز وعشان تقنع حسن شاحة انه يلعبك وعشان تقنع اللعيبة ان هم يستحملوا وجودك وانت بقالك شهر ما بتتمرنش لا غلطت كتير ووكيلة كمان غلطت كتير ان انت بعدت عن التدريب اللعب قيمته انه يكون موجود في الملعب يتمرن ويحافظ على الفتنس بتاعه ما يسافرش شرم الشيخ وما يروحش فرح مد متى من الاول الاخر في الوقت اللي ما بيروحش تمرينه في نادي الزمالك بغض النظر خد فلوسك او ما خدهاش كان قدامك شهر تستنى فلوسك هتاخدها وانت بتتمرن وانت جاهز وانت الجمهور راضي عندك وانت اللعيبة شايفاك في التدريب وانت حسن شاحة اللي اتبناك من وانت صغير تكون بتحترمه لكن انت عملته ده خطأ كبير حازم هيندم ندم كبير او حازم الامام اللي هو بيعمله وهيفتكر كلامي ده بعدين نطلع فاصل اعلاني ونستقبل محمد صبري احد نجوم كرة القدم